السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نقوم اليوم بحل التمريد الذي أمامكم الذين A B C متلت ممثلة A بالنسبة لنقطة B و F منتصف A C ثم E منتصف C أول سؤال لدينا سوف نبين بأن E مرجح النقط المتزينة 1 بنقص جوج C نقص و ثم بعد ذلك سوف نمر للسؤال الآخر السلام عليكم سوف نقوم أول سؤال لدينا سوف نبين بأن E مرجح النقط A 1 A 1 B ناقص 2 ثم C ناقص 1 سوف نقوم أول شيء الذي من الشكل عبارة عن ماذا؟ المتلت A B C متلت المتلت A بالنسبة لنقطة B ماذا تعني هذا؟ تعني بأن A B متجهة A B تساوي المتجهة B A سوف نقوم بعلاقة شخص سوف نقوم بإدخال النقطة A لدينا A زي E B تساوي B E زي E E A بالنسبة لدينا E E المتجهة المتجهة تساوي المتجهة C E يعني نكمل A E زي أنقلبها بينها E أتولي لي B E تساوي B E زي تساوي C C E سوف نحول المتجهتين للطرف الآخر A E ناقص B E المتجهة تحول هناك أولي ناقص B E ثم ناقص C E تساوي المتجهة من عدم A E ناقص B E ناقص B تساوي ناقص إذنان B E ناقص C يعني من هنا نسنتج يعني إذن يمرجح النقاط A معاملها واحد أي الوزن لها واحد B الوزن لها ناقص إثنان ثم C الوزن لها ناقص واحد إذا فيما يخص السؤال الأول السؤال الثاني بتكون بدينا نعطى الجريب بدينا ج مرجح النقاط A خمسة B ناقص ثم C ناقص واحد يعني بيين أن النقاط خمسة A E G مستقيم 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 لأن النقاط مستقيم مستقيم أول شي ماذا لدينا 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 هذا المعطاء هذا نحاول استثمره ماذا تعني بأن A G مرح يعني عندي A يعني خمسة A G ناقص 2 B J ناقص C A J سوى ملتجهون عليم ملتجهون عليم ندخلو 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 النقطة A E زائد E ناقص J ناقص 2 B E زائد E J ناقص C E ناقص E J تساوي ملتجهة من عدم 5 A زائد 5 E ناقص 2 B ناقص 2 E J ناقص C ناقص E J تساوي متجهة من عدم 5 A 5 E G ناقص 2 E G ناقص 2 E E ناقص 1 E G ناقص 2 E G N C E A C 1 2 E C C C 1 C السوء 1 السوء 2 2 2 2 2 2 سألون عندي السؤال ما عندي فيه A E ناقص إثنان B E ناقص C E سألون من الجهة من العادمة سألون عن هذه نحول A A الطرف الأخرى سألون بإثنان ناقص C E سألون عن هذه الطرف سألون يبحث على الناقص A E سأرون الآن هذا الشهادة سألون هذا الشهادة سألون بالناقص A E خمسة A E زائد 2 E E ناقص A E سألون عن الناقص نكمل خمسة آئي أنا نسمنا واحد آئي الحالة بقالي بقالي أربعة آئي زائد اثنان ساوي ملتجها من عديدنا نحول هذا الطرف الآخر يعني أربعة آئي تساوي ناقص اثنان قد نحول أربعة يعني نقسم على أربعة للطرفين بقالي تختلف الأربعة الزوج مع الأربعة الحالة تبقالي يعني آئي تساوي ناقص ناقص واحد على اثنان اي في الجي هذا النقص هالي نحول على الطرف هالي أتولي عندي ناقص هنا ناقص مشاه ناقص يعني إذا قلبت اي مع ا شي تولي عندي ناقص مع الناقص أتولي اي ا ناقص اي ا تساوي ناقص النقص ناقص مستقم ناقص لا تكونوا فهمتوا حتى فيديو آخر لا تنفي رعاية الله